الصديقة العزيزة خديجة صبري في صفحتها على الفيسبوك قالت بانه هناك سؤال دائما يطرح عليها كثيرا وهو يقول بانني بما انني لا دينية فلماذا لا اشرب الخمر اقول ان هذا لهؤلاء ان لديها سبب الخاص قالت وهذا ما لا علاقة بثنائية حلال وحرام بل انها يعني مسألة تعلق برأيي شخصي من عندي ومسألة يعني تأتي من منظور عقلاني صرف كما تقول لكن بالمقابل عندما يحرم الدين هذا الشيء او هذا المشروف يحرمه بحجج واهية وغير مقنعة كما تقول وبعد ذلك يستنتج الرجال الدين والمتدينين بان الخمر او شرب الخمر هو سلوك خاطئ وهنا نأتي تأتي الصديقة خديجة لمناقشة الموضوع فتقول بين المأكولات هي وظيفة تغذية الجسم ومذهب الطاقة الضرورية ولكن ايضا هي لها فواد اخرى مثل شرب نوع مشروبات بهدف التخفيف من علام الرئيس والتقليل من الاحساس بالعياء والاجهاد البدني ولكن هذا المشروب او المأكول عندما يتحول الى مخدر للوعي فهذا هو هنا يكمن الخطأ اي انه ارتكب خطأا ضد اتزانه النفسي هذا معناه شنو معناه انه اه معناه يتعاكس مع ما تدعيه الى ديانة عندما تقول بين السكر يجعل الشخص يرتكب افعالا لا اخلاقية مثل الاقتصاب القتل السرقة التعدي على القوانين وتقول هذا يحدث اه في في مجتمعاتنا التي التي تعيش في او تقع تحت اه اه هاجس او تحت ضغط اه اه طبقي اه كبير جدا وهذا اه وما يؤدي لوجود او نشوء مجتمع متخلف يعاني الفقر وقلة الوعي والجهل والتسلط والاستبداد الديني الذي هو بالضرورة يشكل خطر على المجتمع هنا انا اشير الى مسألة مهمة ان الرجال الدين عادة هم لا يبالون بالناس يبالون بالناس وشؤونهم فقط عندما يتضرر مسألة يتضرر دينهم وهم بالتالي لا يبالون بالفقر ولا بالحرمان ولا بالبطالة الناس انما يبالون فقط في تعدية فرائض الدين لانه يعتبرون هاي المسألة كلها ثانوية ليعاني الناس ما يعانون والمهم تأدية فرائض دينية والحفاظ على وحدة الجماعة ولهذا يتحدثون على المنابر ووسائل الاعلام التي يسيطروا عليها بلا حد يعني هائل جدا دائما يتحدث عن قضايا مالها لا علاقة لها بحاجات الانسان ولا فقره ولا حرمانه ولا ظلمه ولا جهله لا يبالون بهذه الأمور وهذا دليل على انهم غير مشغولين مسألة الصحة يعني هو ما معناه انك انت مشغول بصحة الانسان بالعكس انه عندما نجي العالم الغربي نجد انه من يشرب يعاقب عقوبة شديدة جدا والانسان هناك في الغرب لا عندما يشرب لا يعتدي على الاخرين ولو فعل هذا فهو سيعاقب معاقبة شديدة جدا وهو اصلا لا يمكن ان يفعل هذا لانه منذ طفولته يتربى على عدم الاعتدال الاخرين وان يحافظ على املاك الاخرين وان حدث هذا الشيء فلا ليس لانه انسان سيء وليس يسوي الخمر بسبب انه لديه مشكلة نفسية وفورا الشخص من هذا النوع يرحلونه الى مصحة نفسية او يدخل في عملية علاج نفسي طويل او بعيد المدى ولو كانت المسألة مسألة الصحة تحدثوا عن مسألة سيام رمضان سيام رمضان غير صحيح هذه مسألة لا تقبل النقاش علينا نكون سريحين بها المسألة ولي والناس تخاف تقول هذا الشيء لماذا تخاف الكل يعرف بها الحقيقة لطباء جميعا قاطبة الا الكذابين والمنافقين والذين يخافون على عملهم داخل جماعة السلطات الدينية التي تحيط بهم لكن الحقيقة لا تغطى بغربال هذه الحقيقة الواضحة انه الصيام مضرب الصحة لماذا لا يتحدثون عن ضرر الصيام بالصحة بالعكس يقول الله الصيام مفيد للصحة وتشوف هذا الكلام الطويل العريض لكن بيبقي لطباء كل ايام السنة يتحدثون عن ان الامتناء عن الماء مسألة لا يمكن القبول بها باي شكل من الاشكال على مدد ثلاث ساعات او اربع ساعات لا يجوز وهي اول نصاح لطباء لكنه عندما يأتي رمضان يضطرون الكلام بشكل مباشر هذا معناه شنو معناه انه الاستبداد الديني يحرف الحقائق لصالحين وبالتالي عندما انت تتحدث عن الخمر مثلا فيه مضار لكن هل هو يقصد انه هناك مضار على الشخص نفسه ام مضار على الدين هنا المسألة التي يجب ان ننتبه لها ويجب ان نفهم لماذا الدين دائما يبحث عن مصالحه هو ولا يبحث عن مصالح الناس هذا يؤدي بنا الى النتيجة الواضحة والتي لا تقبل الشك هي ان الدين نرجسي جدا ولا يفكر الا بنفسه وكل شيء يفعله رجل الدين هو متعلق به تحديدا به وبسلطاته وبقدراته وبامواله وبحقوقه ولكن هذا كل ما يتم لا يتم الا على حساب الاخرين والاخرين ليس المهم ان يكونوا في افضل حال انما رجل الدين ان يكون في افضل حال ولا ضمن الاولويات الدين يعني المسألة حتى شرعيا موجودة يعني الاولوية للدين وليس للنفس فيقلك انت ما قيمة النفس بدون الدين الدين هو الذي يجمع الجماعة ويوحدهم ويضمن مصالحهم اذا حدثت اشياء ضد الافراد فلا بأس لكن المهم هو جماعة المؤمنين ومهم كلمة الله هي العليا وهنا اعود الى الصديق الخديشة ماذا تقول تقول شرب الخمر بالتأكيد هو خطر علوائي وهو وسيل الهروب من الواقع ويعني من الهروب من مواجهة المشاكل والعزمات النفسية وهذا الانسان بسبب هذا راح يدخل في فخ الادمان والتبعية وبالحقيقة هو الادمان الديني هو اكبر بكثير من الادمان على الخمر او على اي شيء على السقاير مثلا فلو كان يعني هذا موضوع اخر ماذا لو كان الادمان الديني محرما فلو كان مقارنة بالادمان فالادمان الديني يستحق التحريم اكثر بكثير لانه يدمر المجتمع بكام لو هاي المجتمعات العربية الاسلامية والمجتمعات المسيحية الف عام مجتمعات مدمرة تماما كل مساوة موجودة في هذه المجتمعات كل شيء سيء ما عدا تجد رجال الدين والسلطاتهم واموالهم وعايشين بشكل ممتاز جدا فيما عدا الناس البسطاء الذين يلوقمون الامرا ومن يفتح فمه سيتم كتم انفاسه بالف طريقة وطريقة فتقول الصديقة خديجة ان الانسان عندما يصحو من ادمانه ويعود الى وعيه يجد نفسها امام نفس المشاكل التي حاول الهروب منها وبعد ذلك يبدأ هو يدور في الدائرة نفسها ولكن ليس ابابه سوى ان يعود الى وعيه وان يعتمد على نفسه لكي يتجاوز معاناته وهذا هو ما هذا هذا دور التأمل كما تقول وان هؤلاء الذين يمارسون التأمل هم لا يحتاجون الى الخمر وكأنها تشير الى نفسها بانها انسانة متأملة وتحاول ان تفهم الواقع كما تقول او كما يتضمن معاني ما تقول او الاصح تتضمن معاني ما تقول وتقول ان الغرب في يقدس الخمر لانه مشروب روحي كما يسمى وهذا المشروب يعتبر بالنسبة لهم فيه نوعا من بديل للتعامل مع وعي هذا الانسان الغربي الحاد وعي هذا الانسان العقلاني فهو لديه اه حلين اما ان اه يفقد الواقع عن طريق شرب الخمر او اتناق اديان خرافية تذهب بوعيه وتأخذه الى حيث لا عودة هذا هو البوست الخاص بالصديقة خديجة التي تحدثت فيه عن موضوع الخمر انا من الناس الذي علقت على هذا البوست وقلت فيه بان الخمر بالنسبة للرجل الدين هو اه مسألة اه منافس قوي جدا اولا وثانيا هو ايضا اه اه يمنح او يؤطي فرصة للانسان المتدين لكي يمارس حياته الطبيعية او ي اه يفعل شيئا خاصا به ويعبر فيه عن شخصيته الخمر وشرب الخمر هو بالنسبة لرجل الدين اه اه نوع من التمرد على سلطته بمنظوره او مثلا عندما تخرج امرأة الى اه اه الشارع بدون حجاب هو اصلا حالة طبيعية الانسان يخرج يعني كما هو يعني يلبس ملابس كالطبيعي لكن الرجل الدين ماذا يفعل لك يفرص سلطته يجعل هناك مشكلة يخلق مشكلة ما هي المشكلة مثلا يقل لك اه ممنوع خروج المرأة بدون حجاب الحجاب هو نص ديني ويجب ان تتزم وهذا العلاقة بالاخلاق والقيم الرفيع وما الى ذلك فهذه المسألة مع الوقت من تخرج بدون حجاب اه تحاسب ولديه اه قوة متابعة له تهيمن على الشارع وتفرض هذا القرار بعد ذلك الناس مساكين اه يقتنعون بهذا الامر ومن ثم اه يستمر اه هذا يتحول الى عادة والعادة تتحول الى التخليد راسخ فالناس تتعود على هذا الموضوع فهو ماذا يفعل يبدأ بعد ذلك يقول لك هاي المشكلة صارت عادة كيف افرص سلطتي عليهم وبعد ذلك يقول لك لا هذا الحجاب غير ليس رسميا هذا الحجاب يجب ان يكون بالشكل كذا او الشكل كذا قدما يفرض عليهم الصيام مثلا تتعود الناس بعد ذلك يقول لا اه يجد انه صارت عادة فبذلك هو لا حاجة له يعني لماذا ما حاجتنا لك بعد ذلك نحن اه تبعنا تعاليمك ودينا اه فريضة الصيام كما تقول لكن اذا ما اه يمضي الزمن يجد بانه انه اه لم تعود له حاجة فماذا يفعل يقول لا هذا الصيام هو كذا وكذا وهكذا المجتمع الديني دائما تحت ضغط من رجل الدين ودائما يجد له شيئا يتحجج به وآآ لكي يثبت حضوره ويثبت وجوده وحاجته الاساسية ومن لا يطيع هذه الحاجة ينال المشكلة الاكبر هو لديه قوة ضاربة لكل من يعترض على قوله بالتالي من اه نرجع الموضوع الخمر الخمر كما قلت هو يعني تعبير عن اه ارادة الانسان ورفضه لان يكون اه تابعا للجماعة ولو آآ راجعنا الآيات القرآن الكريم حول موضوع التحريم الخمر لنجد وجدنا آآ ان ما اقوله هو آآ معقول لانه آآ صدرت آية التحريم وانه آآ آآ بعد حادثة آآ آآ عمر رسول آآ حمزة عندما آآ يعني كانوا يتفاخرون في في المدينة في يترب وكان يجلس مع مجموعة من الانصار او سكان المدينة الاصليين من السكان يترب الاصليين وبدأ بعد ذلك عملية تفاخر فيما بينهم وكان يشربونه بشكل مفتوح وبعد ذلك ثار آآ آآ عمر رسول الحمزة وبدأ يصرخ وآآ آآ بدأ يقطع السنة اسنام البعران آآ 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 النوق التي آآ خاصة بالانصار بسيفه وكان غاضبا بدرجة كبيرة مسألة التفاخر عشائري نحن سلال القريش وانتم كذا وانه كذا فآآ آآ حدث الضجة كبيرة وآآ آآ بعثوا الى الرسول ليأتي فأتى الرسول وقال له يا عم ما بك فكان يعني العم حمزة رد الرسول بطريقة غاضبة جدا وبطريقة يعني يقول له من أنت ما معناه يعني من أنت حتى تتحدث معه فكان الرسول تغير وجهه ونزعجه جدا وعاد بعد ذلك تركه فهو فعلا يعني يعني إساءة كبيرة جدا من قبل حمزة وهذه النقنة هي المسألة ليست من عندي هي معروفة أي واحد يعرف أي واحد يطلع على التاريخ المنقول عن الإسلام يعرف فهي القضية وهو من ضمن أسباب النزول طبعا فآآ فعلا يقول لك هذا الشروف آآ أنا عندي مشروع مشروع بناء دولة مشروع بناء تأسيس دين جديد وآآ يجي واحد يشرب يسوي له مشكلة أول بعد ذلك يعني يوصل إلى حد أنه يتحدى عليه أو يحاول أن يتحدى عليه وتعدى على الأنصار هو عمي فمشكلة فكان الحل السليم خلصونا من هاي القضية وهذا كحل سليم طبعا فبالتالي هي المسألة مسألة التحريم الخمر ليس لأنه مضر بالصحة إنما مضر بالدين هي نال قضية مسألة الألاقة بالسلطة واستمرت هاي الحالة بالهذا سوى تحريم الموسيقى مثلا هي نفس الفكرة كل الأشياء نفسه تحريم الجنس مثلا الجنس الألاقة الجنسية بين الأفراد هي كلها مرتبطة بسلطة رجل الدين وهي منتع على الجماعة التي يصعفها الحظ وتقع تحت رحمته يعني هذا هو متخصص في السيطرة على الآخرين وخلق مشاكل لكي يتنفذ ويمارس نفوذة على الجميع بعد ذلك هذا شغلة يعني هي وظيفته وهي وظيفة ليس بها سيئة بالكامل يعني يعني لا أقول أنها سيئة بالكامل لا بد وجود لم يوجد رجل الدين يوجد رجل الدين آخر فهي مسألة دائما داخل المجتمعات يظهر بينهم من يتولى قيادة الجماعة روحيا كما يقال أو يتولى عملية تنظيم القيم أو خلق القيم أو صناعة القيم وترسيخها وتأسيسها ونشرها بين الجميع وهذا الذي يقوم بهذا الفعل يسمى رجل الدين وكل جماعة لا بد أن تأسس لديها دين بهذا المعنى وهذا الدين هو يسمى دين بعض الجماعات أحنا نسمي دين الجماعات تسمون دارمة جماعات تسمون يعني تاو أد الصينيين جماعة بوذيين مثلا أد قبال أسترالي أسماء كثيرة جدا لا تحصى المسيحيين الإسبان عندما ذهبوا لأمريكا فتتحوا أمريكا شاهدوا بشر قالوا هذا ولا نعنى لا نعرف ما هو دينهم هل يديهم دين؟ وعندما لم يجد يديهم دين بالمعنى الذي يفهموهم قالوا ليسوا ببشر يعني ليسوا ببشر وما أشبه البشر وبعد ذلك أجازوا لنفسهم قتلهم وذبحهم وبتوصية من رجال الدين المسيحين نقل هذا مبشر فلماذا لأنه ليس له ديني فهو يعني القالب الذيني في رأسه قالب ديني وهكذا يعني شامل هذا النوع كلها لها علاقة يعني مترابطة مع بعضها شكرا جزيلا وهذا ضمن فقرة تعليق على تعليق أو هذا تعليق على مقال وأشوفكم خير ومع السلام اشتركوا في القناة